اتفقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مع جملة التوصيات التي تقدم بها مجلس بلدي المحرق والمتعلقة بطرح المساحات المخصصة لمنزل أفراد السكن المشترك والتي قدرت مساحتها بأربعين قدما مربعا للفرد الواحد شريطة ألا يتم استخدام الغرفة الواحدة لتسكين أكثر من ثمانية أشخاص وكانت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وفي مقام ردها لمطالبات مجلس بلدي المحرق بهذا الخصوص قد أكدت وبالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومع هيئة تنظيم سوق العمل على ضرورة وجود اشتراطات ومعايير محددة لإصدار عنوان لسكن العمال بحسب مرئيات قسم العناوين التابع للهيئة إذ تم تخصيص استمارة تنظيمية تشترط توفير عدد من إجازات البناء والخرائط الهندسية واضحة القياسات تظهر اعتماد أربعة أمتار مربعة لكل عامل في السكن تابعين اشتركوا في القناة